كثير من الدول بدأت تحذر من انها فعلا دخلت في ركود اقتصادي في الوقت الحالي. منها بريطانيا من شهر واحد عام الفين اربعة وعشرين. وده لان احنا دخلين في منعاطف مش كويس اقتصاديا. وهما شايفين الدول شايفة ان في ازمة قادمة لا محالة. وكانوا متراقبين هذه الازمة منذ عام الفين تمنتاشر الفين وتعتاشر. لان من المتوقع ان يعني بيكون كل عشر سنين في ازمة اقتصادية. يعني مسلا قبلها كانت الفين وتمانية. فكان متوقع الفين تمنتاشر الفين وتعتاشر. وبعد كده جات علينا جائحة كورونا وبعد كده حصل شوية انتعاش وبعد كده الواقع المؤلم رجع يواجهنا مرة تانية. حاليا احنا شايفين ان الزهب وصل الفين وربعمية وتلاتين دولار. ومن المتوقع على نهاية الفين اربعة وعشرين ان يصل الى تلاتة الاف دولار. بل قد يتخطى. وده على حسب الازمة هتبع عاملة ازاي. كثير من الشركات بدأت ان هي تصرح العمال بتوعها. كثير من الدول بدأت ان هي تقترض. كثير من الدول بدأت ان هي تحس ان هي مضغوطة بالقوة. كثير من الدول بتدعي انها سليمة وكل حاجة كويسة ولكنها شايفة ان هي عندها ازمات ازمة كبيرة دخل علينا. فاحنا دولارات هنعمل ايه? احنا عندنا اما ان احنا نستثمر في فلوسنا ليقدر ان هو يستثمر يا جماعة وعنده زيادة في فلوس او يقدر ان هو يشيل ما بين واحد في المية الى عشرة في المية الى تلاتين حسب انت ظروفك ايه كل واحد على حسب مقدرته. هنستثمر في ايه? في الزهب. لان زي ما احنا قلنا الزهب فيه صعود. تمام? والزهب دوت احنا لما بنتكلم فيه نتكلم فيه عملات وسبيك. ومش لازم تكون عملة كاملة مش لازم تكون سبيكة كاملة انت دايما بتيجي في ادمارك العملة اللي هي مثلا النفتر مثلا متين جرام تلتميت جرام. لا فيه حاجات بتبقى على الاد. تمام? بس انت بتدور. السبيكة مش تقدر عليها خالص في سبيك صغيرة بتبقى حتى اه بدع الجرامات برضو موجود. ما فيش مشكلة. فانت بتدور على الحاجات اللي انت تقدر عليها. خلاص? تجنب الفضة بالرغم ان الفضة ممكن يوصل الى خمسة وسبعين دولار. ولكن تجنب الفضة لان انت لو بسط على البنوك والدول هما لما بيجوا بيعملوا بتاعهم او ان هما الادخارات بتاعهم بيكون ايه? بيبقى معتمد على الذهب. فخليك على الذهب وده احسن. نتكلم ليه في عملات صغيرة لان زل قدر الله حصل لك اي ازمة من ممكن ان انت بفك نفسك واحدة واحدة. السبيكة لو هي كبيرة بيبقى صعب ان انت بفكها. الفضة بيبقى يعني ام كثير من اماكن بيبقى صعب ان هي تبقى. مش قادرة تشتري عملات وسبايك لسبب مسلا ان الرش او بسبب اي مشكلة او ما فيش الكلام ده كله. حاول تدور على منصة محترمة في دولتك. هذه المنصة ممكن تشتري منها اسهم الذهب. خلاص يا جماعة? فبرضو في حاجة تانية عايزة انصحكم بها. حاول تقلل مصاريف. فتشوف انت بتشرف زيادة في ايه? الفصح الزيادة ما نهاش اي لازمة او لو كنا مسلا بنسافر مراتين يبقى مرة لو كنا بنسافر مسلا تلات اسابيع اسبوعين او اسبوعة. لو في مصاريف زيادة احنا مسلا بنشرفها نحاول نقللها ناكل اكل صح يبقى لشوكولاتات والبسكوتات والحاجات ديك كلها. مش فايدة ما فيهاش اي فايدة. ومصاريف زيادة على الفاضي والمياه الغازية والخدم ده كله. حاول تشوف مصاريفك بص على نفسك. اتكلم مع عيلتك. فاهمهم من وضع اللي بيحصل. وان شاء الله هنعدل الازمة ديتها على خير. انا مش بخوفك ولكن بحذرك عشان خاطر ما تصدمس انك فيه كتير من الكتمان على هذا الموضوع. برغم ان فيه دول ان هي نبهت عليها من شهر واحد مثلا بريطانيا الفين او افعا و عشرين نجامعنا. ولكن اه اه كتير من الدول لسه مش عايزة اه تصرح بالموضوع ديت عشان خايفة ان هي تعمل اه بلبلة وخايفة ان هي توغي نفسها ان هي ضعيفة. ولكن الوضع اكبر مننا كلنا. وان شاء الله هتعدل على خير. ربنا ان شاء الله حينجينا منه على كل خير. السلام عليكم.